جا اي انكورا جا اي انكورا جا اي انكورا نرى اليوم استخدام جا اي انكورا لكي نقتصر الطريق ولا تطوال علينا الحكاية نحط في ذهننا جا نستخدمها مع السؤال ونستخدمها كذلك مع الجملة الاثباتية التي فيها سي يعني نعم نستخدم انكورا مع الجملة الناهية اللي فيها نو لا بكل بساطة هذه الافكار الاساسية اللي ممكن تسهل عليك استخدامات جا ابيامو كي انا دوماندا اللي جامونا دوماندا السيامي اي جا منجاتو انا بيزا اي جا منجاتو انا بيزا اي جا منجاتو انا بيزا اول شي نلاحظ انه الفعل هنا في البساطو كمبوستو مش فالبريزنتي فنحطي ذا هنا انو جاو انكورا يستخدمون في البساطو كمبوستو لازم يكون حاجة تكون استخدمت في الماضي فعل في الماضي اوكي سيوا كان اين برفيتو ولا سيوا كان بساطو كمبوستو ولا بيوكي برفيتو مش مهم المهم انو تكون الماضي نيشة في الحابر واحد اثنين لاخدو هنا عنا أي جا منجاتو لا فيزا هاده سؤال ما هو الاستخدام انكورا ولا جا جا لريسبوسطا هنا اجامنا بي سي لريسبوسطا يعني الاجابة سي سي او جا منجاتو اونا سي او جا منجاتو اونا استخدمنا هنا ماذا استخدمنا جا ولا بنستخدم انكورا لماذا لاني معنا جملة إثباتية الي هي سي نأتي الآن لمعنى جا نتأكد من معنى جا بالعربي حتى لي نتقربها الأكثر لذهنكم ونقول أي جا ما نجاته هنا بيتزا يعني خلاص هل أكلت خلاص بيتزا ولا لازلت يعني بالضبط بالضبط جا هي عكس ما زال ما زال لم أكل وإلا قد أكلته خلاص كلمة قد أكلته خلاص تحس أنه الفعل يعني تم تحقيقه أنه أكلت قد قد أكلت لو ترجمناها بالعربي قد تكون كلمة قد تعود أو تشرح كلمة جا دكوردو هنا في الإجابة قال سي أو جا ما نجاته هنا أيوة قد أكلته واحدة ok passiamo alla seconda qui è la stessa domanda abbiamo hai già mangiato una pizza hai già mangiato una pizza نفس السؤال هو نفس hai già mangiato una pizza عanna هنا سؤال لم نستخدم ancora وا مستحيد أن نستخدم ancora أيوة نستخدم جا مثل ما قلت في الشريحة الأولى إذا أردت أن أجيب بـ no في الشريحة القبل أجبنا بـ si وقلنا أنت تتذكر حاوة تتذكر وأقولها بنفسك لنفسك الآن ثم نجيب بـ no ونقول no non non مع no la forma negativa ثم نستخدم نون no non o mangiato عادي ما أكلت no non o ancora mangiato no non o ancora mangiato e il-participio passato يعني الفعل يكون متكون من جسئين من لو سيدياري هذا و il-participio passato وجا جي ما بينهم ما جيش قبل ولا بعد يعني ما جي قبل I هنا ما نقول جا I mangiato ولا نقول I mangiato جا لا نقول I جا mangiato una pizza أقول ancora كذلك ما نقدرش نقول no non ancora o mangiato ولا نقول no non ancora mangiato non ولا نقول no non mangiato ancora لا حتى ونقول ما قدرت حتى منطقة إلا جلسة حتى نشرح ونقرب الفكرة بذهنكم فتجي أنكور ما بين لو زي ياري أفيري إلا جلسة إلا جلسة إلا جلسة إلا جلسة إلا جلسة موسيقى أفيري سوى فأرة أفيري عما إلا جلسة آفيري إلا جلسة ونا بيزا لاحفو هنا ونا دوماندا يعني سؤال استخدمنا جا ومن استخدمنا انكورا لرسفوستا سي أبيامو جا من جا تؤون سي أبيامو جا من جا تؤون داكورتو فهنا عنا جملة إثباتية سي استخدمنا جا ولم نستخدم انكورا لو ترجمناها نقول هل أنتم أكلتم قد أكلتم خلاص البيزا الإجابة تقول نعم قد أكلنا واحدة أنا ننصحك لو تاخد أفعال ثانية كمبراري منجاري سكريفري لجري إيو قولتو إيو قولتو إيو نونو أنكورا لتو إيو نونو جا لتو إيو لتو فأنت تستخدم جمال بهذه الطريقة وتتدرب على جا وأنكورا حتى شفويا نهم جدا يعني مش ضروري كتابة كتابة أوكي ولو كتبت أنا عن نفسي وفضلت الكتابة أوكي وأتحدث كذلك وفضلت تسخمي una pizza? La risposta qui è negativa. No, non abbiamo ancora mangiato. No, non abbiamo ancora mangiato. Ok? C'è bisogno che tu mi chieda scusa? Ti ho perdonato. Non c'è bisogno che tu mi chieda scusa. Non è vero che tu mi chieda scusa. Non c'è bisogno che tu mi chieda. Non c'è bisogno che tu mi chieda scusa, non c'è bisogno che tu mi chieda scusa. Ora, c'è bisogno che tu mi chieda scusa. Ti ho già perdonato. Bravo. Perché qui non abbiamo la forma negativa. ma c'è bisogno che tu mi chieda scusa. Non c'è bisogno che tu mi chieda scusa. Non c'è bisogno che tu mi chieda scusa. ma ci st non c'è bisogno che tu mi chieda scusa. Non c'è bisogno che c'è bisogno che tu mi chieda scusa. Non c'è bisogno che tu mi chieda scusa.지만, non c'è bisogno che ti وحتي تقاوز فيه دهنك أنو معا non c'e bizonjo نستخدم l'indicativo non uzziamo l'indicativo no, uzziamo il-conjunctivo يعني علamtكم معا kiedere con tu, diciamo tu kiedi لكن هنه هنا kieda لماذا? يعني عنا non c'e bizonjo معا تعبير non c'e bizonjo نستخدم il-conjunctivo أتمنى في يوم ما أني نستخدم il-conjunctivo نسوي فيديو مش صحيح الأشياء لكن الله أعلم متى ستكون لأنه فيه أشياء قبل ومهمة عندها أهمية أكثر من il-conjunctivo عليكم أن تتعلموها non c'e bizonjo perdonato no, non ti ho perdonato أنا لم أسمحك فماذا سنستخدم? ماذا معنا هنا? معنا no وnon يعني la forma negativa يعني automaticamente سنستخدم ماذا? نرى معنا ماذا سنستخدم هنا? جاءو أنكورا نسأل نفسي سؤال هل معي سؤال هنا? هل معي la forma negativa? نو هل معي la forma asirmativa si bravi أشح الجملة قبل ذلك? تكلمنا الموتورين لاحظوا الموتورين تتعاوذ مارتين فاعوذوها بلو نكوردو ونقول نياب يامو ماذا ستقولون? ماذا ستختارون? أيوة أوقف الفيديو اكتب الجملة كاملة اكتب الكلمة الجديدة في جزء الكلمة الجديدة وأكتب القواعد في مكان القواعد ورتب الأشياء حتى تتمكن منها أوكي الآن الترسم هل معي هل معي وأتعالي اشعب هل معي إلى Андwell واشنا ثم اكتب ال بكروف ب вышل معي لزوجب نكتب هل معي Ti posso chiedere se hai spazio preparato il pranzo o morta fame. هل أستطيع أن أسألك أنك حضرت الغداء ملا؟ أنا جمعان كثير. ماذا سنعبا؟ أيها الدليل هنا il punto interrogativo نقطة استفهمة di ماذا سنعبا già o ancora uno, due, tre uno, due, tre posso chiedere se hai già preparato il pranzo o morta fame طبعا وضعنا già لماذا؟ لأني عنا هنا سؤال أوكي هل أستطيع أن أسألك إذا كنت قد حضرت الغداء؟ أنا جمعان فهنا نستخدم جا braví alla prossima أستطيع أن أسأل أيضا reading اشتركوا في القناة